إسرائيل وغزة أغسطس 2005 انسحاب إسرائيل من القطاع يونيو 2006 حماس أسرت الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط وإسرائيل ترد بغارات جوية يونيو 2007 حماس تسيطر على غزة وتطيح حركة فتح ديسمبر 2008 عملية عسكرية إسرائيلية ضد القطاع رداً على إطلاق صواريخ الحصيلة مقتل 1400 فلسطيني و13 إسرائيلياً نوفمبر 2012 إسرائيل تختال القيادي في حماس أحمد الجعبري بعد ثمانية أيام من إطلاق الصواريخ المتبادلة يوليو إلى أغسطس 2014 عملية عسكرية ضد القطاع بعد خطف حماس ثلاثة إسرائيليين مقتل 2100 فلسطيني في غزة و73 إسرائيلياً مارس 2018 احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة مقتلوا أكثر من 170 فلسطينياً مايو 2021 قصف صاروخي من حماس وغارات إسرائيلية على القطاع بعد اشتباكات في حرم المسجد الأقصى 250 قتيلاً فلسطينياً و13 قتيلاً إسرائيلياً أغسطس 2022 غارة جوية إسرائيلية تستهدف خالد منصور القيادية في حركة الجهاد الحركة ترد بإطلاق ألف صاروخ على أهداف إسرائيلية يناير 2023 صواريخ من حركة الجهاد على إسرائيل وغارات إسرائيلية على غزة بعد مقتل تسعة فلسطينيين في مدهمة إسرائيلية لمخيم للاجئين بجنين أكتوبر 2023 هجوم غير مسبوق للفصائل على مستوطنات غلاف غزة وإسرائيل تعلن أنها في حالة حرب وتتعهد برد قاس غير مسبوق ترجمة نانسي قنقر